هذا هو المدخل الغربي والرئيس لمدينة تعز ما زال مغلقا وما زالت الميليشيات تتحكم فيه وتمنع المواطنين من الدخول والخروج وما زال إطلاق النار مستمر 12 ساعة منذ بداية وقف إطلاق النار والحصار ما زال كما هو لم تفتح طريق ولم يوقف الاستهداف والقصف سواء على الأحياء السكنية أو مواقع المقاومة والجيش الوطني للمزيد من التفاصيل معنا الفندم حاشد العوني ضابط أمن اللواء 35 أهلا وسهلا السلام عليكم السلام ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم كيف تقدر توصف لنا ما يدور هنا في المدخل الغربي وخاصة في اللواء 35 وما دار خلال الليل من الساعة الثانية عشر ليلا والله هناك خروقات للهدنة من قبل مليشيات الحوثي والمخلوع عدة خروقات من تبة الضانين من غراب من جميع المواقع على اللواء 35 وعلى الجيش الوطني والمقاومة ومواقعها وقصف قذائف على المدينة وصواريخ كاتوشة وعلى الحياة السكنية ولكن الجيش الوطني والمقاومة مستمرين ومتمسكين في قرار الهدنة وما زال الحصار مغلق وقميع الخطوط مغلقة وكما ترون وهذا هو الواقع حتى اللحظة وهذه طبيعة العدو الحوثي والمخلوع في عدة الهدن وفي سات الهدن اللي مضت هو دائما يغضر في أول لحظة من الهدنة ويستمر في غدر حتى يخترق الهدنة وشكرا شكرا كثيرا إذن ما زال الحصار مستمرا وما زال الاستهداف مستمرا للأحياء السكنية ومواقع الجيش الوطني والمقاومة الشعبية ولا زالت الميليشيات كما هي لم توفي يوما من الأيام باتفاق ولم تلتزم بتعهد محمد يوسف لقناة سهيل تعز